الدبلوم والبكالوريس معتمدين من وزارة التعليم العالي الأردنية زائد برنامج البكالوريس شهادة معتمدة في جامعة لوزان السويسرية والتعليم العالي الأردنية في برنامج الدبلوم البرنامج اللي عم باخده الطالب هو مصدق عليه من جامعة لوزان فالشهادة اللي بتمنحها الأكاديمية للطلاب هي شهادات معترف فيها محليا ودوليا وبإمكانه يشتغل عليها في أي مكان الأكاديمية الملكية لفنون الطهي هي مؤسسة تعليمية خاصة غير ربحية تابعة لصندوق الملك عبدالله للتنمية بتهدف الأكاديمية إلى تعليم الشباب مستويات عالية بمجال فنون الطهي وإدارة الطعام والشراب وهي عضو في شبكة مدارس جامعة لوزان السويسرية الأولى عالميا في هذا المجال الهدف الأكاديمية مثل ما حكيت لكم هو تعليم الشباب وبالتالي إحنا راح نقلل استيراد الخبرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال ونجهد شبابنا في بلدنا هون زائد كمان إحنا نصدر خبراتنا للدول الإقليمية والعالمية لأنه في طلب حاد في هذا المجال بالدول المجاورة لإلنا نعم مية بالمية أستاذ يعني الطلب على هذا المجال عم بزيد وكل يوم عم بزيد أكثر يعني والمجالات اللي ممكن يشتغل فيها الشخص في هذا المجال يعني غير محصورة من فنادق مطاعم شركات طيران مدارس حتى جامعات كليات بكل مكان يعني ببساطة كل الناس بحاجة للطعام في الآخر فطلب كتير كبير فبالنسبة للسوق العمل في هذا المجال السوق مفتوح جدا بتخيل نعم نعم إحنا الحمد لله يعني 12 سنة الأكاديمية عم بتقدم برنامج الدبلوم في فنون الطهي وأكثر من 700 خريج اتخرجوا من الأكاديمية ذكور وإناث طبعا قصص نجاح متنوعة ورائعة جدا بإمكان الساد المشاهدين متابعتنا دائما عمواقع التواصل الاجتماعي للنظر عليها لأنه احنا الخريج دائما مندعمه حتى بعد ما يتخرج سواء كان فتح شغل خاص أو توظف بمكان دائما منغطي اليوم إحنا لما منحكي عن باكالوريوس إدارة طعام وشراب هذا التخصص جاء بناء على دراسات ولحظنا أن السوق عم بطلب بعض المهارات الإدارية فمشان هيك إحنا قمنا بإطلاق هذا البرنامج نعم إذن إحنا عم نحكي عن البرامج الدراسية في الأكاديمية وهو برنامج الباكالوريوس في إدارة الطعام والشراب والدملوم في فنون الطهي في فرق أكيد بناتهم وحبين نعرف كمان الفرق بناتهم وأيضا شروط القبول أكيد أكيد الباكالوريوس في إدارة الطعام والشراب بيجي مزيج بين فنون الطهي والإدارة الفندقية طبعا الخطة الدراسية لهذا البرنامج تم تطويرها وتصميمها مع جامعة لوزان الوشسرية الأولى عالميا في هذا المجال وخلال الأربع سنوات الدراسية الطالب رح يكون عنده سنة تدريبية كاملة في أحد الفنادق الخمس نجوم داخل أو خارج الأردن فبالتالي هو لما بيخلص الأربع سنين بيكون عنده هذا المزيج فإذا حاب يكون شف فهو بقدر في تدريب عملي من ضمن الباكالوريوس سنة كاملة بفندق خمس نجوم نعم نعم سواء ممكن يكون جوال أردن يكون خارج أو خارج جميل نعم نعم فهو إذا كان حاب يكون شف بقدر إذا حاب يكون إداري بقدر كمان يعني بحب أنوه ودائما أحكي للشباب أنه إحنا الدراسة عندنا تجمع بين التعليم العملي والأكاديمي فسبعين بالمئة خلن نحكي من الدراسة عندنا عملية في مختبرات وفي خلن نحكي مرافق جاهزة نعم تدريب هذول الأشياء نعم أكيد أستاذ محمد لما تحكي حضرتك خبرات إدارية يعني نحنا بنعرف في كل الفنادق والأماكن فيه إشي ياسمه الـ F&B أو الـ Food and Beverage صحيح خدمات الطعام والشراب فهو مش شرط يكون شف بطبخ في كثير مجالات أخرى في إدارة الطعام والشراب وأكيد الشخص اللي معاه هذا البكالورس ممكن أيضا يكون مؤهل أنه يشتغل في هاي القطاعات كإداري أو كفني مش شرط أن يكون هو شف نعم بأي موقع في أي فندق أو في أي خلن نحكي مؤسسة ممكن يشتغل زي ما أنت تفضلت مدير طعام وشراب هو مشروع يعني مدير عام أتيل نعم فلازم يمرق إحنا بالفصل التدريبي أو بالسنة التدريبية فيه فصل بالدرفية وبالمطبخ نعم اللي هو الفصل الثالث في السنة الثانية والفصل السادس بتدرب بكل المواقع الإدارية الموجودة في الأتيل نعم من الخطوط الأمامية لأعلى المستويات بحيث أنه يأخذ كل الخبرة اللي موجودة وهو بعد ما يتخرج ممكن يتوجه للمجال أو خلن نحكي للموقع اللي حس فيه أنه استمتع فيه أكثر الثاني برنامج اللي هو الدبلوم نعم الدبلوم في فنون الطهي طبعا إحنا عندنا الدبلوم في الدبلوم الأكاديمي لمدة سنتين والدبلوم المهني لمدة سنة نعطي الفرصة للي ما معه شهادة فبالتالي هو بقدر يسجل عندنا دبلوم مهني وممكن كمان أنه يشتغل عليها فإحنا منضع هالفرصة للشباب هذا مختص فقط في فنون الطهي وفيه فصل تدريبي أيضا لمدة خمس شهور في الفنادق الخمس نجوم نعم سيد محمد ما أنه حضرت لك ذكرت أنه ممكن الشخص يتقدم للدبلوم المهني إذا ما معه شهادة فمنحب أن نعرف تفاصيل أكثر عن شروط القبول لو سمحت في البكالوريوس وفي الدبلوم أيضا شخص مثلا شرط النجاح توجيهي العلامات العمر مثلا ايش في شروط العمر بداية من 18 سنة وما فوق مفتوح مفتوح احنا عنا طالب عمرها 49 سنة العمر إلها حلو وإن شاء الله يا ربي يعني احنا ما منمنع أي حدا أنه ينظرم للأكاديمية بتعرف الواحد عنده مخططات في ديني ممكن يخطصها ويجينا على عمر متأخر فما عنا أي مشكلة من ناحية العمر حلو الشرط الثاني للبكالوريوس أنه يكون ناجح توجيهي نعم معدل وفوق الستين ويكون متمتع في مستوى جيد من اللغة الإنجليزية نعم لأنه مطلوب منه أنه يخوض امتحان التوفل أو الآيلس ويجي فيهم علامات محددة بإمكان الطلاب الراغبين أنهم يتواصلوا معنا وإحنا بنحكي لهم العلامات المطلوبة لأنه في هذا الشرط وفي مقابلة شفوية بعدين تعكس شغف الطالب لأنه شغف الطالب مهم جدا نعم بهمنا يكون في حب للموضوع مشان هو كمان يكون بسر يتخرج ناجح نعم نعم المنح الدراسي يعني احنا أنا شايف أنه فيها كمان هناك مساحة للمنح الدراسي في الأكاديمية طبعا طبعا واجبنا ستة يعني احنا حدف المنح الدراسي صراحة أول إشي هي بتمتاز بالشفافية بالأكاديمية فبالتالي برنامج البكالوروس احنا ننسب المنح من 10 إلى 30 بالمية على حسب تحصيل الطالب في معدل التوجيه نعم فشو بيجيب شو باخد بالدبلوم هي من 10 إلى 50 بالمية ضمن شروط خاصة شغفه الوضع المادي للأسرة وإحنا عنا طلبة كثير من المحافظات استفادوا من برنامج المنحي الموجود في الأكاديمية ومثل ما حكيت لك هو واجب وتجيع للشباب لدراسة هذه التخصصات المطلوبة مرة ثانية في سوق العمل جميل أستاذ أعود لموضوع الشهادة يعني مهم كثير من الأشخاص مهم بالنسبة لهم شكل الشهادة أو وزن الشهادة فهي بالآخر بما أن حضرتكم تحولتوا لكلية جمعية تقنية وألف مبروك وهذا البرنامج البكالوروس هو بيكون معتمد من لوزان في سويسرا أو لا وشو حجم الشهادة بيكون بالنسبة للشخص اللي بتحصل على هذا البكالوروس نعم سيدي أول شي هو الدبلوم والبكالوروس معتمدين من وزارة التعليم العالي الأردنية نعم زائد برنامج البكالوروس شهادة معتمدة في جامعة لوزان السويسرية والتعليم العالي الأردنية نعم في برنامج الدبلوم البرنامج اللي عم باخده الطالب هو مصدق عليه من جامعة لوزان فالشهادة اللي بتمنحها الأكاديمية نعم للطلاب هي شهادات معترف فيها محليا ودوليا وبإمكانه يشتغل عليها في أي مكان هذه الفكرة إذا خلص بكالوريوس من الأكاديمية ممكن يشتل في هذا البكالوريوس خارج الأردن يعني هو معتمد في الخليج ومعتمد في كل الدول العالم بما أنه معتمد عالميا احنا أستاذي عنا طلاب وصلت أبعد من الخليج في ناس بأميركا في ناس بأوروبا في ناس حتى وصلت للمكسيك فيعني الحمد لله بحكي لك قصص نجاح يعني مميز الصحيح نعم إحنا عم نحكي كمان عن هذا القطاع المهم جدا والقطاع اللي يشمل يعني كل شيء بحياتنا يتمحور حول هذا القطاع سواء كان شراب وطعام أو أنه الناس دائما بتروح لتقضي إجهازاتها وتعمل مناسباتها العائلية في هذه المواقع فسوق العمل كتير مفتوح وسوق العمل بما يخص هذه التخصصات كمان شهد خلال الجائحة يعني اضطراب كبير جدا فاليوم عم يفتح أبوابه من أول بجديد فرصة هؤلاء الطلاب إنهم يلاقوا عن جد فعليا مظايف مباشرة بعد تخرجهم من خلال الأكاديمية هذا سؤال جدا مهم بالكوفيد بالكورونا كانت إحنا نسبة التشغيل الحمد لله ما قلت عن السبعين بالمئة كمان الشباب تلاقي شغل بتعرفي أنت مثلا ممكن الفندق يسكر لكن في مطاعم كانت تشتغل أونلاين زاعد الشباب كمان طورت من حالها لقت حلول لنفسها صارت تشتغل كمان بموضوع الأونلاين وهي تعمل بمطبخها الخاص وتشتغل فنسبة التوظيف كانت بالكوفيد تقاربت السبعين بالمئة زاعد الموضوع بطل محصور ستي بفندق أو مطعم أنت ممكن تشتغل بسفارة ممكن أنت تشتغل بشركة طيران ممكن تكون أنت انفلايت شف ممكن أنت تكون حتى تيفي شف نعم هي ببساطة كل الناس ده تأكل قطاعات متنوع يعني الكل بده يأكل موضوع الأكل أساسي لحياة البشر كله فهو القطاع يعني متنوع يعني بفتح ليلة كل القطاعات بكافة المجالات مشان هيك احنا منركز على شغف الطالب شغف الطالب هو اللي بقوده للمكان الصحيح اللي هو حاب يكون فيه بشان هيك احنا منركز على هذا الموضوع أستاذ في النهاية بجوز موضوع الشغف وقصص النجاح إذا الشخص يعني نصيح على شخص هلا عم بسمعنا مثلا شاب أو شابة حابين يفوتوا المجال شو بتنصحهم إذا هو موضوع الشغف حضرتك ركزت عليه إنه بحب الطبخ وبيحب الأكل وبيحب هذا القطاع أنه يشتغل فيه لحتى يصير عنده قصص نجاح مثل ما تفضلت مثلا شخص من الأردن خريج الأردن عم بيشتغل في المكسيك يعني منحس شوي بعيدة ولكن فعليا حضرتك عم تحكي في قصص نجاح لهيك إشي فشو بتنصحهم وين ممكن يوصلوا أنا بنصح كل الشباب اللي عنده ميول أو عنده رغبة إنه أول إشي يزور الأكاديمية الملكية لفنون الطهي ويشوف الموضوع عن قرب وإحنا بإمكاننا إنه نرتب مثلا يوم يمكن يمضيه مع الطلاب طبعا ضمن شروط إنه مشان يستمتع بالخبرة هاي كل آياتها زاعد إنه يزورنا مشان إحنا نحكي له شو الشروط اللي هي للالتحاق إحنا بهمنا مستوى اللغة الإنجليزية زي ما أنت تفضلت ما بقدروا يوصل الخبيج العالمية العالمية من دون مستوى لغة إنجليزية جيد فبالتالي لازم هو يشتغل على هذا الموضوع أكثر أنا بنصح الجميع أنهم يزوروا الأكاديمية بوابنا مفتوحة للجميع أي حدا عنده ميول لهذا الموضوع نيجي وإحنا مننصحه ومنوجهه ومنعمله خطة كيف يلتحق في الأكاديمية وكيف ممكن هو يوصل في هذا المجال لأبعد مستوى إن شاء الله إن شاء الله يعني هذه دعوة لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا فتيات وشباب وحبين أنهم يخوضوا هذه التجربة المختلفة والفريدة والجميلة واللي كمان عم ندعو كمان كل أهلنا بالمحافظات لأنه زي ما حضرتك تفضلت عم تكون في إقبال أيضا على الأكاديمية من أهلنا في المحافظات شكرا جزيلا لوجودك شكرا للكم مرتين على الاستضافة أشكركم وأشكر قناة رؤية أهلا وسهلا أستاذكم تشرفنا شكرا أهلا وسهلا